بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على ازاي تعمل صورة تستعملها ككافر للفيسبوك في الخطوات اللي جاية انا هستعمل برنامج الفوتوشوب طبعا اول المشكلة بنقابلها رقم واحد ان ما يكونش في اي بيانات او صورة ناحية الشمال لان دي بيكون فيها البروفايل بيكتشر او الفوتو بتاعتك موجودة على ناحية الشمال فلو كانت عندك على الشمال في اي حاجة بيانات فاحنا ننقلها ناحية الميل فبنروح لامج image rotation ونختار flip canvas horizontal خلاص بقت ما فيش اي حاجة ناحية الشمال كلها موجودة ناحية الميل تاني حاجة اللي هي الماقاسات المزبوطة للكافر ده هنستعمل crop tool هنضغط على crop tool وهندخل هنا العرض بتاعنا بيكون 851 للعرض والطول بتاعنا 315 كويس طبعا احنا ممكن ايه نزبط الصورة بتاعتنا لو منزهر فبنزبطها كده شوية نخلي الرأس والواجه بتاع الاسد ظهرين كويس ده اللي قدامنا اللي متعلم ده هو اللي هيزهر في الكافر لما تبقى كده اوكي موافقين عليها والصورة واضحة قدامنا وجميلة نضغط على اوكي من هنا ودي بها الصورة بتاعتنا طبعا هي صغيرة لان التكبير بتاعها 50% زوم ممكن نضغط على control وزايد لو عايزنا كبارة شوية زي ما انتم شايفين كده هنسايف الامج بتاعتنا كبين جي لان الصيقة دي بتبقى احسن وبتحفظ على الكواليتي بتاع الصورة نحفظها كبين جي ماشي نسميها فيسبوك كافر كافر فوتو ونختار المكان اللي هنسيبها فيه سيف اوكي سيفت خلاص طيب نروح على الفيسبوك بتاعنا ونختار اد كافر فوتو اوكي نختار ابلود فوتو ونختارها هنا هي اللي احنا عملناها من شوية نخليه يعمل لها ابلود خلاص بقت كده الصورة بتاعتنا جاهزة نقول سيف تشينجس خلاص بقت الصورة جاهزة اتمنى تكون استمتعت بالفيديو لمزيد من الفيديوهات والشرحات اتمنى تشتركوا معي في القناة بالضغط على سبسكرايب اسفل الفيديو شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة